اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقدر افهم اشتركوا في القناة اللي بدي اياها بقدر افهم احول كيف احول الدياتا بحيث ان تصبق مع التاسك اللي انا بدي اروح لها وكنا بنطرح على حالنا مجموعة من الاسئلة كان اهمها هل الدياتا هادي relevant للتوبك ولا لأ هل الدياتا هادي كافية من اجل او كافية من اجل ان ابني عليها مدل ولا لأ هل في مصادر اخرى للبيانات ممكن تدعمني فهل اتجاه هادي هل الدياتا هادي حقيقية ولا صناعية هل الدياتا هادي مناسئ كمان بتحل المشكلة ولا بتحلهاش قديمة ولا جديدة فكل الشغلات هادي كانت كلها تدعم باتجاه واحد فقط انه انا اصير فاميليار مع البيانات اللي موجودة عندي بعد ما احنا وكنا طلبنا نهاية المحاضرة الماضية انه كل واحد فيكو او كل معفوان كل مجموعة تحدد two data sets واحدة for regression واحدة for classification وكنا زودناك بعض urls اللي ممكن توجد من خلالها data sets كذلك في data sets في open data sets في google open data sets في شغلات كثيرة في اي مكان ممكن تختار ال data set اللي موجودة وبقى ذكرك لازم تشكل مجموعة او تنضاف لمجموعة بعد هيكاد حصير الشغل جماعي data wrangling عفوا او pre processing او data preparation زي ما مسميها البعض انه فعليا اول خطوة على ال real data انا جبت ال data set سواء كانت text file او data file او csv file او excel file بغض النظر ايش كانت اصبحت ال data هاي موجودة وبالتالي بالنسبة الي ال data هاي غالبا هي عبارة في ال raw format شو يعني raw format خام بالنسبة الي في اللحظة الي انا بقول انه الجدول هذا او csv file هذا الان ما بدهشش اي شغل بتصير ال data هاي جاهزة انه ابني عليها data mining task تمام وهذا الكلام ما بتم الا غير بعض فحص او اجراء بعض التعديلات على البيانات اللي موجودة عندها من بعض الشغلات الخامشة ما بل انا بتكلم عليها لو كانت ال data set هي عبارة عن مجموعة من الصور على سبيل المثال تي طبيب عظام قرر انه بده يحاول يسمع بال data science او بال data mining وقال لك والله انا بده اعمل برنامج اديه لصورة الاشعة تمام يبده هو يدور عن ال possible fractions الموجودة سواء كان بلغتنا البسيطة كسر واضح او شعر مش مبين يعني بده ابني smart system عشان يحدد لي الفراكشن اللي ممكن يصير في العظم ممتاز ايش ال data تبعتي بقول لي والله انا محتفظ بمئة الف صورة اشعة تمام موجودات للمجال هادي وكلها كلها بشخص لك بدي حط لك عليها label هادي فيها كسر وبحدد لك مكانه وهادي فيها شعر وبحدد لك مكانه عشان ال system تبعك الان ال ro data تبعتك هي صور الاشعة هاي طب ما شو حال بدنا special scanner عملنا لها scanning ودخلناها على system ro data ما زالت في اللحظة اللي بتقدر تحول الصورة هادي لجدول لجداول تقدر تشتغل تشتغل عليها mining بتكون انت فعليا روحت باتجاه التاسك الصحيحة وخلصت من ال ro data ووصلت لوين للمعدن او لل value اللي انت بدكي اياها مثل تماما المنقبين عن البترول لان هو اخذ وصل اللي بير النفط او حصل على البترول لكن هذا البترول او هذا البترول الخام غير مناسب للناس فايش بروح مساوي فيه بتدخله عم صانع التكرير عشان يصدر منه البنزين والسولارو الى اخري وبالتالي انا بدي اروح ال ro data بحيث انها تصير suitable اعالجها بحيث انها تصير suitable للتاسك او للاناليسيز اللي انا بدي اشتغل عليه طبعا الان لما بتكلم على data preparation عادت هي عبارة عن software by blind او coding by blind شو يعني by blind شباب خط انتاج مثل بتروح بتدور على missing data وبتعالجها مثل مثل تانية او دالة تانية بتعالج ال inconsistent دالة تالتة بتعالج مثلا ال noise data وكل مخرج يعني الان بحيث دخل ال ro data للميسنج ال output تبع الميسنج بروح بعد دو بحيث دخله على as input لل noise data وال noise data بتروح لل inconsistent بعد ما عالجها طبعا وبهيك كل مرحلة لحد ما بصل لوين في الاخر انه ال data هادي مناسبة اصبحت صحيحة لل task اللي انا بدي اشغل فيها وبالتالي هذا بيقول انه الناس اللي بدأت تشتغل في data science او في data preparation او data pre processing او data wrangling لازم يتمتع بمجموعة من الصفات لها علاقة بالاحصاب على سبيل المثال ليش لانه انت بدك تتعرف على البيانات بدك skills زي ما قلنا سابقة multi line discipline الكورس تبع ال data mining بدك statistics بدك database بدك programming وكل skills هالي بتخدمك في موضوع ال preparation بالدرجة الاولى طيب بما انه احنا فعليا حيلزمنا شغله بنقول programming وبنتكلم على بايبلاين بالبيثون قلتلك انا وحطيت لك روابط تنزل الاناكوندا مين نزلها شباب على جهازه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انتم ملاحظينوا يا شباب انه المادة فيش فيها معمل نزل البيثون الاناكوندا distribution على جهازك عشان تبدأ تشتغل ليش انا قلتلك نزله حيريحك من كل المكتبات ونزلك اياه حزمة واحدة بينما لو بكتستخدم البيثون حتطر تنزل البيثون واحدة وراء الثانية فانت ريح راسك وشغل على distribution جاهزة بتريحك على الاقل في موضوع الانستوليشن هي هي اي دي اي شامل المكتبات كلياتها تبعت ال data science وبالتالي بدل ما اروح انا حول الاي دي اي تبعت البيت شارن عشانك بسموها data science distribution احيانا بسموها الان بدل ما اروح انا نزل المكتبات واحدة وراء الثانية هو كل المكتبات جاهزة ضمن الستوب فايل اللي بينزل وبالتالي مش هعمل downloadable internet لأي شيء الان طبعا اذا ما اقول لنا احنا ممكن استخدم البيثون وهذه كلغة برمجة مهمة جدا ليش مع الجافا بديش جافا السبورت اليها اكثر وحنشوف الان بعض الشغلات فعليا اسهل مليون مرة ما كنت انا بدي اشتغلها وين بالجافا وحبديك مثال الان مثال بسيط جدا المكتبات اللي بتلزمني في البيثون اذا انا بدي اشتغل على البيت شار معناتهم ملزمني النوم باي اليومينيكال الرئيز في البيثون وبالزمني البانداز اللي هي عبارة عن داتا فريمويرك من اجل ان اعمل استور ورتريف للداتا واطبق عليها بعض المثود الجاهزة الجاهزة لها علاقة في البيبريبريشن من الشغلات البسيطة اللي ممكن تكون متيفيشن كويسة بالنسبة لنا جميعا كيف التعامل مع البيثون لو انا اجيت قلتلك في عندي تو دايمينشنال الرئي ثلاثة في ثلاثة وبيدي منها تاخد للصف او العمود الاخير لحاله كوان دايمينشنال الرئي ايش لجي الكوده اللي ممكن تكتبوه بالجايفا بدا روح اعرف الاري وان دايمينشنال حاقل له انتجر الاري تابعت اي مثلا وليكن هدي اسمها اكس بدها تساوي نيو انتجر ثلاثة صح بعد هيك حروح اقول له فور انتجر i equal zero اقل او تساوي اقل او تساوي اين اي بلس بلس اي او اي اي يو اكس او اي قديش هدي اي اي اتنين مزبوط بالبيتون بكل بساطة اجب اقول له اي تساوي او حتى ممكن هذي مكتوب هاش هيك لا فور ولا حاجة الفكرة اوين يا شباب انه فعليا من ناحية فعليا اسهل وهي فرصة فرصة اليك تتعلم لغة جديدة الفور هي الفور والف هي الف نفس الكنسف بس السنتاجس هو شوية اللي هيخلف يخلف معاك الان هاد الان في الشغلات اللي زي هاي البيتون بتريحك جدا في الكتابة هاي هاد الثلاثة اسطر هي عبارة عن نصف سطر فعليا لا انا بحاجة يعرف داتا تايب ولا انا بحاجة يعرف في الفور بس اللي بلزمني احدد ابعاد العمود اللي انا بدي اياه ولحاله بيشتغل الشغلة التانية ممكن انا الان هل في مجال كون في عندي تسميات للاتريبيوتس اللي موجودة عندي لا فيش مجال مع البانداز بصير في مجال انا اضيف تسمية للري او للداتا ست وبصير بروح بقول له انه a equal x of t3 وخلصت وبالتالي فيها شغل اسهل كتير من الجافا وغيرها اي حنشوف بعض الاكواد اللي برضو بسهولة اللي حنفهمها برضو خلال المحاضرة هاي ان شاء الله تعالى طيب ننتقل معتوا هاي اللي فعالية اللي بتلزمني في ال data preparation بالدرجة الاولى تعال خد مثال بسيط في الكود اللي موجود قدامنا الكود اللي قدامنا عمل import للبانداز وروح تعرفت البانداز هي عبارة عن data framework للتعامل واحدة من التاس تبعتها انه انا ممكن انشئ new framework انشئ جدول جديد وروح قلت له البانداز دوت data framework وزودت ال data framework ال constructor ب ايش شباب json object json json ليش مش json هاي بدايته وهاي نهايته ال id وعبارة عن ال r ال value تبعته تمام ال index هاي optional بالنسبة لنا بنضيفها بعد ال json عشان اقول له والله هاي ال items او هاي ال index اللي انا بدي اشنل معها بغض النظر احنا هتفرق كتير الان لو انا قولي dictionary كم واحد هاي يقول لي اوكي مع انا موافق معك بس بالمناسبة dictionary لانه فقط في عندي two values key value فقط لما يكون في عندي اكثر من value تمام طبعا هانا نتقريه كلياتها as single value anyway في الاخر روحت انا بقول له اطبع لي data framework هذا فحيطبع لي يا شباب بالشكل اللي قدامك هاي زي ما بظهر على ال console لاحظ مطلوب اني اقرأها فموضوع قرائتها مجرد اروح استخدم البندس اقول له read csv او read excel file حسب ديش الدل file الموجودة فيه data بيقرأ ال data set مباشرة وببنيلات data framework كامل عليها وهيك برضو بتكون التعامل معها سهل تعالوا نشوف بس الكود هذا بشكل سريع ايش بساوي الان فيه عند ال print خلاص اصبحت معروفة ال head ال data set dot head او tail ال head بتجيب اول خمس صفوف عينة اول صفوف الخمسة وال tail بتجيب اخر خمسة في عندي ال data type او D type اللي بتجيب structure تبعتها ايش ال attribute ويش ال type تبعت كل واحد فيهم وطبعا هاي مجرد انت عشان تكون عندك صورة واضحة عن ال data set اللي بتشتغل عليها اذا انا قلت له shape تخيل انه ال attribute عندي يا همام او ال data set بتتكلم على 100,000 record تمام و 15 attribute لما اروح اقول له shape حيطبع لا لا مش حيرسم حيطبع لي 100,000 كمى 15 لانو طبعتها ويعمل scrolling عليهم او كده لا كلمة الشي بجيب لي العدد لو انا قلت له number of dimensions اندي number of dimensions حيقول لي 2 ليش لانو ال data تبعتي الان في ال data framework تبعي بعدين الصفوف والاعمدة اللي موجودة عندي هنا الان في عندي مثود اسمها columns اذا ال data set اللي انا قرأتها ال data file او اول سطر فيها عبارة عن attribute names او titles تمام في عندي المثود اسمها اللي اسمها columns بترجعلي فيهم لوحدهم وبصير فيها دولة عبارة عن data set مستقلة موجودة عندي هنا بعد هيك بتريحني من موضوع description وال statistical methods لو انا رحت على certain attribute وقلت له dot describe بروح بدي عمالي complete statistical test على ال attribute هذا المنمم و الماكسيمم و العدد الفراغات و data types بجيب لي شغلات كبيرة بتوصف ال attribute هذا وهذا برضو مهم بالنسبة الي عشان انا اذا عرفت المنمم و الماكسيمم و قديش عدد الفراغات بصير عارفه ان انا بدي اشتغل طبعا بامكانك تعمل loop تمر على titles اللي هان وتعمل description بشكل بدء ما تكتب كل واحد بشكل تلقائي طيب هذا الكلام او هذه اللي سلايز ما جبتهم الا غير من باب الموتيفيشن لا اليك انه البايثون سهلة و ممكن تعملها او تحتويها تعملها كونكور او تحتويها بشكل كويس خلال الفصل هذا الربد ماينار خيار هنشوفه هنشتغل عليه لكن انا بالنسبة الي قد اعطي plus لاللي هشتغل بايثون ولا ليش قد اللي مش هشتغل بايثون هياخد مايناس طيب الان نرجع لمفعليا لموضوع المحاضرة اليوم ليش احنا بحاجة لاننا نعمل data preparation زي ما قلنا ال data دائم موجودة عنا يا مؤمن ملايين ال record لكن مش دائما بتكون على مزاجي بدها ايش بدها ايش بعض المعالجة لانه ممكن تحتوي على بعض المسنج ال inconsistent و ال noise data الان يا hub noise data شو يعني اخدناها سابقا اكتب اسم مكان وسجل جوابتنا ولا لا اشو يعني noise data فيها اشياء خطأ صح بس فيها data في دنيش مش صح عفونا تمام الان noise data يعني انا في عندي قيم او في عندي اخطاء في القيم المدخلة مثل الراتب بالسالب تمام طيب عبدالله صح محمد لك يحلوت من جنبك وقل لي شو يعني inconsistent data مش عارف لانك ما بتراجعش لا بديش ايك انت تامر اه يوسف شو يعني inconsistent data اه محمود ابو حية شو انك محمود صح محمد ابو حية شو يعني inconsistent عارف سامير عارف انه في تعارض في تعارض في البيانات مثل الage والdate ديني مثال يعني مثلا واحد كان 98 ومسلا امه ما كان مثلا تاريخ ميلاده مبارح هو وفي الage مكتوب لأربعين سنة تمام missing data هدي كلكم هتجاوبوها طبعا فضل data مفقودة انه فعليا الاتريبيوت هذا في الريكورد هذا الفاليو تبعته فاضية مش موجودة عندي وبالتالي انا لازم هادة اقول لنا سابقا كان عنا مصطلح garbage in garbage out وبالتالي data quality شيء اساسي في data mining جودة البيانات شيء اساسي في data mining وبالتالي اذا انت فعليا بدأت تشتغل وجد في الموضوع data preparation عبارة عن خطوة مهمة للserious والeffective والreal data mining process ايش علامات جودة علامات جودة ال data set اللي موجودة عندي تقريبا هي نفس الاسئلة اللي كنا بنطرحها سابقا عشان تصير ال data ال accuracy قديش ال data تبعتي هذه دقيقة قديش ال data تبعتي صحيحة هاي كل ما كانت نسبة دقتها اعلى كل ما كانت هادي افضل طبعا مصدرها مصدرها يعني بين قسين انت الان ال data اللي فيها ال values انت بتقدر تتحقق من كل رو باي رو اكيد لا لكن لما انا باعرف انه ال data set هاي طالعة مثلا من ال MIT على رأي يا رامي تمام ولا طالعة من جامعة ايادي الشامي لا اكيد طالعة من ال MIT مصبوط شكرا اشكرا على ثقة يا هاشم الان الفكرة وين جماعة الخير الفكرة انه مش كمان شوف السورس اللي هي ال Believability قديش انا بوثق فيها في مصدره لكن الان بتكلم على جودة البيانات جودة البيانات عادة مش انا صاحبها التال ال data لما انجمعت كانت صحيحة لما انجمعت اه صح باثق في المصدر لكن قديش ممكن المصدر هذا يخطئ في الادخال قديش الانسترومنت اللي كنت انا باعتمد عليها في القراءات دقيقة بلاش نتكلم على مصدرها انا والله واثق ان اللي حاجيني من الامايتيك تمام لكن كانوا مسترخصين وماخدين بعض السنسورز من تايوان بينما فيه سنسورز وضحها افضل وبالتالي ال data سيطر بيصير فيها علامة استفهام لانه بعض تبعتها فيه فيه رينج تبعت الارور تبعتها عالية فهي المقصود بالأكيريسي على خلاف البيليفابليتي قديش انا واثق من مصدر البيانات وفي البيانات اللي موجودة عندي هايت لاحظ كمان مرة انا بازلت باتكلم على عوامل انه كيف بدي او بدي حاول اشك كيف بدي قيس جودة او ايش هي علامات جودة الدياتا ست يعني لو قلنا لك فيه تفاحة وبدك نقول لك قلنا شو رأيك فيها جودة التفاحة هاي قديش عبدالله هاي عبدالله ايو عبدالله بناء على ايش بتطلع فيها الله التفاحة مبينة جديدة وطازة وبتلمع تمام هاي واحد رحية فواحة مفيش فيها لضربة يامين ولا شمال ولا محمد عضوضها نصبط وبالآخر في الآخر هاي العلامات انت بعينك بتقدر تحددها الآن جديش الدياتا هاي كاملة وبحيث انها توافي التاسك اللي أنا بدي إياها وسألنا سابقا على الديفرانت سورسز والريليفنت ومين الاكسبرت ليش لعشان أنا أكون متأكد انه الدياتا الستة باعتي هاي فعليا بتنجز كونسيستانت الكونسيستانسي جديش الدياتا هاي كونسيستانت ما هو يعني لما اتكلمنا في الكونسيستانسي انه ما هو مفهوم انه عدل في مكان ومطلوب مني تعديل في مكان تاني بس ما عدلتش فيه فبتصير الموجودة اللي عندي هاي شغلة مهمة يا جماعة الخير عشان يقول لي انه الدياتا ستة اللي موجودة عندي هان بتحل المشكلة اللي أنا بتشغل عليها ولا لا يعني أنا بدي حاول أعمل ما هو إذا حطيت الميل معنات حتصير انه عندك فيه عندك مشكلة في الكونسيستانسي نصبوط لا خلينا احنا عملا بدنا نصلح مش بدنا نخبص تمام وبالتالي الدياتا مصد بيه انفرد ايش الحلول المتاحة قدامي في التعامل مع الميسينج داتا الان الميسينج سواء كانت في وان فاليو او في تو فاليوز في الريكورد تمام في الاخر الريكورد هذا فيه ميسينج لكن سؤال مهم جدا هل ممكن كل الريكورد يكون ميسينج بيكونش موجود اساسا فعلى الاقل فعلى الاقل الريكورد بيكون في وان فاليو والباقي ممكن يكون نال مصبوط حسب المصدر ففي الاخر بغض النظر كان في عنده وان فاليو وان ميسينج فاليو او مور فهذا الريكورد بيحتوي على ميسينج او هذا الاتريبيوت الان صار بيحتوي على ميسينج اسلم حل اني احدف الروز اللي بتحتوي على الميسينج واريح حل تمام عشان انا بدي احط حلول صحيحة وابدي اجيب فاليو صحيحة عشان احصل لحل صح او عفوا اصل لحل صح الان لو كانت الاتا ست اللي عندي مئة الف رو وبعد عملية الحذف بعد عملية الحذف صارت اللي هي خمسة وتسعين الف رو انا بالنسبة اللي مش فرق كبير مش بيك ديل مش زعلان كتير اقول لك لو صارت خمسين الف برضو بالنسبة اللي مش كتير لانه لسه عدات ال انف يعني فيها كم لا بأس ممكن استخرج لكن لو ضليت احافظ على المية الف احسن واحسن لانه احنا اتكلمنا سابقا how much big is your data قديش حجم البيانات اللي عندك لانه كل رو بمثابة تعزيز للبترن او تعزيز للنوليج اللي انا بدي استخرجها لكن في المقابل اللي كانوا عندي الف ريكورد صاروا تسعمية وخمسين اكسبتبل لكن صاروا خمسمية لا يعني موقف على الرغم انه هادي نص وهادي نص هادي خمسين الف نص خمسين في المية بس العدد نفرج معايا خمسمية رو موقف نص نص في معظم الاحيان طيب مش الحل بدك اجيب data set ثانية لو متوفرة طيب مش متوفر عند غير الألف هدول بدي ابدأ اعبي الميسنغ data بدي ابدأ اعبي الميسنغ data اللي موجودة عندها كيف بدي اعبيها manually شكل manual يعني بدي أمر على كل رو او كل عمود رو باي رو واعب بالفاليو اللي فيه بممكن شباب المانيوال فيلنج لا يعني بالضرورة انه انا مية في المية صح تمام انا حرج لما بده اتكلم على المانيوال فيلنج بدي اروح اقول له دين الدكيمة الاصلية تابعتك الاعتمدتها او وين ممكن الاقي القيمة هذه فهي جهد ولو انا ارجعت موضوع القيمة الاصل يعني لما بده اخمن بده تكون الفاليو بده يكون فيه يعني لما قلنا قبل شوية متزوج او المريض الستيتس متزوج مريض وفيه بريغنانت ومفقود عندي الجندر فيش عقلين اتنين بيختلفوا على انه هدي فيه ميل مصبوط وبالتالي هذا الكلام في هذه الشغلات بصير القيمة محمود الان باجي باقول انه والله الطلاب اللي موجودين عندي في المدرسة اعمارهم تتراوح من عاشرة لتلتعش سنة ولقيت طالب عمره مش موجود وتاريخ ميلاده مش ملاقي لو حذفته تمام احنا الان خلصنا من موضوع الحذف بدي اخلي الدياتا بدي اخلي الدياتا اشعب بيها لو حطتها اطناعش بالمتوسط بيامش الحال اصبوط ممكن لو انا شوفت عمري الولد او اروح اسأله فلان انت في اي صف طلع فيك هيكاد قالك صف سادس ما عش مصبوطا لا اذا انت حسيت ان والله ممكن الطالب هذا يكون مثلا اعاد سنة او تنتين فممكن تحطه طلع فبناء خلص بتصير هاي في قسنج محمود وهذا الكلام بصير تمام لكن عملية التعبئة المانيول او التعبئة اليدوية للقيم المثقودة مملة وغير مجدية لا خليها هاي ليش غير مجدية لانها مو اكلفة مقارنة بالجهد اللي حيصير مش مو اشدية كتير اوتوماتيك برمجيا برمجيا الخيارات اللي قداني ان اروح على كل الميسنج واحط فيها جلوبال كونستانت شو يعني جلوبال كونستانت اي رمز بحيث انه الرمز هاي يصير النون بعرف انها ميسنج وفي نفس الوقت لو بدو ينبنى عليها ديسجن لاحقا في حالة الانون بكون كذا على سبيل المثال اف كذا الس اف كذا الس اف كذا طب الالس الاخيرة لو ما كانت ولا واحدة من هدول في حالة السويتش كيس 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 كذا في الاخر بحط له ديفولت لو ما كانتش ولا واحدة من هدول بصير بقوله انا في حالة الانون ممكن اخذ ديسجن تمام هادي ميزة او اهمية لجلوبال كونستانت لكنه مش مفضل برضو ليش لان كل ما كانت الرول تبعتي مبنية على فكست فاليو وكون احسن كنت تقول حاجة جاوبت عليك ماشي الحال ممكن اعبيها اوتوماتيك بالمين او الميديان بالمتوسط الحسابي او بالوسط الحسابي للارقام اللي كانت عنا هان لان هاي الاتريبيوت واحد اتنين ثلاثة اربعة وفي قيمة مفقودة لو انا قلت بدي اعبيها بالمتوسط الحسابي ثلاثة وثلاثة ستة واربعة عشرة عشرة على اربعة اتنين ونص انا بدي انتجر ثلاثة السؤال قديش خطأي هان قديش خطأي لا لا سيمني بعد الراونديشن انا حطيت ثلاثة وهي المفروض تكون اتنين مثلا بس التنين مش موجودة عندي اساسا انا قديش انا فقدت مش كتير مصبوط ولو حطيتها خمسة او حطيتها اربعة برضو انا ما فقدتش كبير ليش لانه فيه عبارة عمالك حوالين الرينجي اللي انا بقى اشتغل فيه وهدي برضو بل وكأنني بقى استخدم المين عشان يعمل انفرد لفاليو تمام مش معروفة طيب الميديان اش الميديان شباب الوسط الحسابي الوسط الحسابي الوسط الحسابي يعني بدي احطهم بالترتيب بما انه هدول الاعداد اللي عندي فردية معناته برضو اجت عندي الثلاثة الآن كوسط حسابي اصبوط لانه الدات اللي انا كتبتها على اللوح هيك الجاية الآن فيه كمان واحد احسن من هيك قالك اذا كان فيه عندك لابلد او الجدول اللي عندك هذا مصنف او معموله كاتيجوري سابقة قالك هذا ايه بي ايه بي ايه قالك ما فيش داعي تاخد المين لكل الداتا سيت او لكل الاتريبيوت خود المين فقط يا محلاوي الآن قالك ما فيش داعي تاخد المتوسط الحسابي لكل الداتا سيت خود المتوسط الحسابي للفئة اللي فيها الريكورد هذا الكاتيجوري هاي مين الفئة اللي فيها اللي بل هذا المفقود ايه مين الروز اللي فيهم الايه هاي واحد واثنين هاي تلاتة والاربعة هاي سبعة سبعة على تلاتة اتنين الاولى والاخيرة اوكي الاولى والاخيرة خمسة على اتنين اتنين ونص اعملها راونديشن تلاتة ابدأك تعمل ترنكيشن اتنين ففي الاخر هادي القيمة كمان ادق من المين السابقة ليش لانها مرتبطة ايش كاتيجوري يعني انا في عندي اه هي اجت هادي فراسها دول مش مشكلة تمام فممكن انا اختار المين او الميدم بناء على الكاتيجوري مش عكل الداتا سيت وهذا بكون افضل ممكن اروح ادور على الموست فريكواند داتا ايش يعني الموست فريكواند القيمة الاكثر تكرارا بما انه هي القيمة الاكثر تكرارا لقيت مثلا سبعين في المية من الفاليوز اتنين موست بروبابلي حتكون اتنين ولا شو رايكو فهاي الشغلات هذا الشغل بصير ايش اوتوماتيك طبعا ممكن انا لما بتكلم على الموست بروبابل ممكن ممكن استخدم حتى بعض المشيين ليرننج تاسك او الالغوريثم زي البايسن او ديسجين تري عشان يحدد ليش او يختار لي القيمة للميسنج اللي موجودة عندي هن بالنسبة الاكواد البايثون نحطر ارسم الجدول هذا لكن بعيد عن الكود صاروا هم اربع اعمدة صحيح اتريبيوت واحد اي اتنين اي تلاتة والليبل رو امتين تلاتة اربعة خمسة ستة حاجة اقول في الداة هان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدعش اتناش تلاتعش اربعة عشر خمسة عشر وبالنسبة للكاتيجوري اي بي اي بي بي اي بي اي r او هاذا احط نحط الاي فوق بالشكل هذا آآه الهạn الداة ستهاي اللي موجوده قدامي بدي اعمل كانت متناسين مع مين؟ مع الفاليوز. طب في حالة اللابل. في حالة اللابل. شو اساوي فيها هاي شباب. اسلم حاجة ان احذفها. لانه تارجت او يعني انا مش عارف هذا الشخص مريض او غير مريض. ربح ولا خسر. مصبوط؟ مش عارف. وبالتالي في حالة زي هادي بروح بحذف الريكورد اللي مفيش له تارجت. لانه نسبة خطائهان هتكون اكبر. هدي واحد. الان بما انه الحذف هو الحل الامثل بالنسبة الي. الحل الامثل. فانا ممكن اروح احدد الروز اللي انا الرو اللي انا بدي احذفه. مثلا بدي احذف الرو رقم. هاي واحد اثنين. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. هروح اقوله بكل البساطة. الدياتا ستة بعتي. ضد تدرب. بدي له الاندكس. تبعت الرو اللي هي هانا قلنا ايش? اربعة. اربعة. اني بلايس. كبولر ترو. لانه ازا انا قلت له فولس. هدا يعني انه انا بحاجة. لا لا. لداتا واحد بدي تصير كذا. لانه هيعمل جيناريت. لن يو داتا ست. بعد الحذف. ازا انا قلت له اني بلايس. ما تحذف على نفس الداتا ست اللي احنا نشغلين عليها. تمام? هاي الفرق ما بين هاي. للترو والفولس. الاكسيز. عشان يقول لي انت بدك تحذف من الصفوف. ولا من الاعمدة. طيب. تعال. لكن ما اخد مثال. هاي القرية تبعتنا. ولكن هذه القرية تبعتها اسمها داتا. اسمها داتا. وانا قررت احذف رو او احذف عمود. هاي الكود. بس تغيير الارجومت بحذف الصف او العمود. لو انا بدي اعمله بالجافا. او بدي اكتب برنامج لحد في العمود او الصف. بديك تعمل فور لوب. و بديك اتعرف الاريب بديمينشن اقل. تصبوط. سواء كان ديمينشن او بديك اتعرف الصف او عمود اقل. وبالتالي بديك تصير تاخد تنقل من الاري لاري. ولما تصل لسيرتن رو او سيرتن اتربيوت تعمل اغنور وتاخد اللي بعده. مصبوط. بينما هان فعليا سطر واحد فكانت حلت المشكلة. هاي الفكرة انك تروح تعمل الامبليمينتيشن للشغل من الصفر. بس بس فعليا انت الان الان الانت اوين كيوزر او كديفلوبر لما اعرف انه الان في حدا فيكو بروح بعمل الامبليمينتيشن للباور مثل بالجافا بروح بيقول لي ولا بيستخدم ماتدوت باور. طب ما احنا بنعرف كيف نعملها بس بنستخدم هاش ليش لانه جاهزة بنفس الكمبليكسي في صحيح. بس من الي انا كديفلوبر صار صار اسهل الي في الاستخدام. طيب فانا ممكن احذف الصف او عمود حسب حاجتي مع تغيير الاكسيز. اذا انا بدي احذف الاتريبيوت لو لقيت في نال. سيرتن اتريبيوت. وليكن الليبل على سبيل المثال او الا او البي. بدي احذف يعني اذا مجرد الاقي الفراغ في العمود هذا بدي احذفه. وقل له هاد اكتر كلام وين مع الليبل. بما انه الليبل هادا موجود. مش اعفوا. الليبل هادا مفقود فالروه هادا بدي احذفه. يعني بين قسين بدي احذف الروز اللي فيها الليبل مفقود. بدي احذف الروز اللي فيها الليبل مفقود. يعني بين قسين الحذف هيكون تبعا للنال في سيرتن اتريبيوت. كل اللي بيلزمني اعرف ايش التايتل او ايش الاندكس تبعته. فبقول له data. bandas. not null. ايش ايش اللي صار فعليا هنا. هو اخذ نسخة من ال data اللي الها مين. اللي فيها قيم. وتجاهل. النل. يعني بين هو راح يعمل ال generation ال new data set. فيها واحدة انتين تلاتة اربعة خمسة ستة. six rows فقط. اه بس الان لا. لما كون انا استخدمت نفس ال data framework name. فحطه اعمل override. تمام. بس الاصل انه ها بعمل ال generate ال new data set. وهيك انا خلصت من ال rows اللي ما فيش لها. label. ازا انا وين ما بلاقي في الصف. null. بغض النظر. في كل ال data setة بعتي. وين ما بلاقي null. بدي احذف ال row. بلجأ للكماند الاخير. data. drop na. not available. ايش بروح بساوي. بصير يعمل على ال rows. ال rows ال row اللي فيه null. بحذف. بدون ما تحدد. هانا كان بناء انا على certain attribute. اخذ لك اللي فيهم data سابي null. لكن هان حيمر على ال row هادا على data set. هاي ال row الاول. فيه null. في غض النظر في اين كان. حيحذفو. وبالتالي هادا حين حذف. وهادا حين حذف. وهادا حين حذف. وهادا حين حذف. وهادا حين حذف. شو صار في ال data set. كلها. من حذف. فضيت. في ال data set اللي انا عاملها سابي. عشان هيك. هادا كويس. و مريح. بس متى. مباشرة. بروح بقول له. print. print. data. ضد شاب. حيقول لي مثلا ميت الف ريكورد. و خمسة عشر اتريبيوت. بعد ما بعمل نفذ العملية هادي. بروح بقول له. print. كمان مرة. data. ضد شاب. حيديني رقم. قال لي خمس تلاف. و خمس تاعش. لا يا عمي. كا. خلاص ما هي اوريدي. انا حلقتها في data set جديدة. فالفكرة بصير اقدر افهم انا. قديش حجم الجزء اللي انحذف. اذا. هادي بالنسبة الي. اريح عملية تحذف. لو انا فعليا حافظت على. خلنا نقول نسبة وجود البيانات بشكل كويس. يعني زي ما قولنا سابقا. هي كانت ميت الف. و قال لي صار في عندك خمسين الف ريكورد. اوكي. ممكن امشي فيها. لكن ازا قال لي والله ظل عندك خمسة وتسعين الف. يكون احسن واحسن. لكن قال لي خمس تلاف. لا يا عم. هذه العملية ما بتنفعش. لازم اعمل ريفل. لا. وبالتالي اسهل حاجة ايش يا ساوي. اسهل حاجة الحدث. بس ما يكونش باثر على حجم. الداتا ست اللي عندك. تخزين البيانات مانيول. او بدي اعب المسنج هادي بشكل. مانيول. شكل مانيول. اوكي. معناته انا بدي اعرف الاتريبيوت هادي. او عفوا الفاليو هادي في اي صف واي عمود. بدي اعرف الاندكس تبعتها. ممكن انا اكتب كود عشان يعبيها. او ممكن اكون افتح الدياتا ست من خلال الاكسل شيت تبعتي. و ارو هاعدلها بشكل مباشر و اعمل ريلود للداتا. لكن ازا اعتمد على الاندكس في عنده اندكس لوكيشن. تسعة فاصلة اثنين. الصف التاسع العمود التاني. حط الفاليو بالشكل هذا. ازا انا بدي احطها بالمين او بدي اخزن الفاليو اوتوماتيك بالمين او الميديان. الامر بسيط جدا. الان الداتا ست تبعتي. مع الاتريبيوت او الاداتا مع الاتريبيوت مع اي وان. شو بدها تساوي? نفس الاتريبيوت اي وان ضد في ال ان اي. شو يعني في ال ان اي? في الاتريبيوت الفلاني اللي هو اي الواحد اعبي النطق افيلابيل بسيرتين فاليو. لو انا قلت له خمسطعش او عشرة. هياخذ الخمسطعش او العشرة اي عبيها في كل الاتريبيوت عفوا في كل الروز الفاضي في الاتريبيوت هذا. في النطق افيلابيل. لكن انا بدي اياي روح يحسب لي المتوسط طبعة العمود هذا. فبروح باخد الداتا كمان مرة. الاي وان ضد المين. ازا فانشن. او ممكن اخد المين هادي ازا فاليو سابقا. وحق وديله اياها هن. فمش فارقة كتير معايا. وبهيك اصرت انا باخد المين تبعت الفاليو اللي موجود عنه. طبعا ممكن بكل بساطة استبدلها بالميديان بالماكسيمم بالموست فريكونت احيانا حسب حاجتي. طبعا كله لما بتكلم على المينمم والماكسيمم والميديان والفريكونت كلها عبارة عن فانشن جاهزة. ما عليك اللي غير تستبدل وتشوف الفانشن المناسبة اليك. النويز داتا. بالنسبة للنويز داتا. احنا متفقين انه النويز داتا يعني. الداتا موجودة مش مفقودة لكن الداتا خطأ. الداتا خاطئة. والاسباب تقريبا نفسي الاسباب السابقة. ممكن السيستيم او اثناء الدياتا كوليكشن صار في عندي فيلر معين في الالة في الترموريتا متر او في الدياتا انتري صار في عندي مشكلة. يعني في لحظة من اللحظات كان في عندي الميزان. طلعت على الميزان اللي هو بديني بيقول لي متين كيلو. طبعا نطيت الجراء وشرحت الجاكيتة وطلعت تاني على الميزان اللي بيقول لي واحد وتسعين مثلا. اه هي كونسيستنت. طب القراءة اللي كانت في الاول اسببها? الجاكيتة اه مية ومش عارف قديش كيلو الجاكيتة. نشاطر الله ما شاء الله عليك. او ممكن كان فيها ميت ألف دولار للجاكيتة. نعم. تمام? ممكن صار في عندي اثناء الداتا ترانسميشن نقل البيانات. عبر الشبكة صار في عندي تغيير بسيط. فممكن اؤثر برضو. التكنولوجي احيانا بتكون الفاليو اللي بده تنقرأ هذي اكبر من يعني تخيل انه انا فعليا القيمة عاملها الفاليو بالانتجر بالجافة. والقيمة اللي اجت اكبر. تمام? فوق الاربع مليار او لونج انتجر. فاش بصير فيها؟ بجيب لي اخر قيمة من السالب من السالب. طب هالمفروض ما تكونش القيمة سالبة. المعاني او في التسميات صار في عندي عدم او في تضارب خلنا نقول في التفسير اللي موجود عندي هن. طبعا الدوليكيت ريكورد يا شباب احيانا برضو بدها معالجة كنوع من الاخطاء اللي موجودة عندي هن. كيف بدي عالج النويز داتا؟ معالجة النويز داتا اما بطريقة بنسميها البنينج او او الريجريشن. كلسترينج. او فعليا بدي عمل. وهدول طبعا كلها الات او ممكن الالجوريثيمز. وممكن انا ادخل الكمبيوتر او الالات الالة مع الانسان. بالنسبة للبنينج. بالنسبة للبنينج. البنينج مفهومها انه حروح على الاتريبيوت هن. اخذ الاليوز تبعت الاتريبيوت اللي عندي هن. ارتبها رقم واحد. ارتبها. وبعدين اروح اقسمها لفئات. تعالي نشوف. عفوا. في موضوع البنين. فالان هادي الاتا اللي قداني هاي عبارة عن سورتيد داتا. بدي اكتبها بشكل مختلف. هاي مثلا خمسطعش. اربعة. تسعة. واحد وعشرين. اربعة وعشرين. تمانية وعشرين. اه تمانية. خمسطعش موجودة احنا قلنا. خمسة وعشرين. وكمان مرة واحد وعشرين. ستة وعشرين. واربعة وثلاثين. هادي الفاليوز الموجودة لعندي. هاي الداتا هيك. جاي السيكونس بالسيكونس هذا. في الاتريبيوت. اول خطوة في موضوع البنينج بدك تعمل سورت. رتبتهم تصاعدي. فترتبوا الداتا. الان بالنسبة للبنينج يا شباب. بامكانك تشتغل على الايكوال فريكوانسي. يعني تكون كل مجموعة نفس العدد. او تشتغل على الايكوال دبس. زي ما صار في الهيستوغرام. تمام. ستتحدد رينج. وتعب كل الفاليوز اللي بتقع وين. في الرينج هذا. بينما بالايكوال فريكوانسي. معنى كل رينج الو نفس العدد من الايليمنت. كل رينج الو نفس العدد من الايليمنت. فبقسمهم بالتساوي. الان هنا في كلام بسيط لازم تفهمو. انا بدي احاول اتخلص من النويز داتا. او قيمة خطأ. تمام. انا فعليا القيمة الخطأ هذه مش قدر امسكها لحتى اللحظة. انا مش عارف هي الاربعة. ولا الاربعة وثلاثين. ولا التمانية. ولا التسعة. انا مش عارف مين فيهم الخطأ. لكن في الاخر في قيمة خطأ موجودة. وانا بدي اعملها سموت. عادة الناس اللي بيشتغلوا بالدهان. بعد ما بديها بروح بعد فترة ايش بيمرر ايدو. على السيرفس بحيث بحاول يحسوا ناعم بالدرجة المطلوبة او لا. تمام. ليش بيطلعش بالعين. لانه غير كافية بالنسبة له. في اللحظة اللي بيحس فيها خشونة. فبيرجعيش بنعمها مرة تانية او بعملها بوليش. الان انت بك تعمل بوليش بالبنينج. وحشتغل معاك على الايكوال فريكوانسي. في الايكوال فريكوانسي. كل مكان عدد البنز اكثر. وعناصر الالمنت فيها اكبر بكون احسن. كان قد بقول لك كيف. يعني لو انا قلت لك هدول اتناعشر ايليمنت. اتناعشر ايليمنت. قسم لي اياهم لتو بينز. ماتوا ستة وستة. اصبت. اه ستة. وهي الستة التانيات. الان البد يصير لاحقا انه كل الست ارقام هدول سواء هدول او هدول اللي بدهم يستبدلوا بقيمة واحدة فقط. لقيمة المتوسط الحسابي على سبيل المثال. بينما لو انا قلت لك اعملهم اربعة بينز. بتصير في عندي ثلاثات. كل ما زاد عدد لفريكوينز البينز ضمن نيرينج معين. وعدد الالمنت اللي الموجودات في الداخل اكتر بكون مناسب. والمثال اللي انا حضربه شكل نحن حتخلص محاضرتنا ونحنش مخلصين هان. لو كان عندي مئة الف طالب. وبتوقع الاعمار من عشرين لاربعين سنة. وبدي اعمل للاتريبيوت هذا. بدي اعمل بينينج. كم بين بتخترح علي? خمسة وعشرين الف. على اربع فئات. زميل لهان بقول اربع فئات او اربع مجموعات. كل واحدة بتحتوي على خمسة وعشرين الف. العدد اللي بيقوله كويس. ليش? لانه في الاخر لما بدي استخدم المتوسط الحسابي. تمام? المتوسط الحسابي معناته انا فعليا لو كانت الفاليو عالية هتروح. الان واحد بين ثلاثة تأثيره تلت. واحد بين عشرة على عشرة. واحد بين مية واحد بين مية. على مية الف او خمسة وعشرين الف. يكاد يكون. يروح باتجاه الصفر مصبوط في التأثير الافرج. طيب. لكن انا بقول الاربع غير المناسبات هان. تلاثة ليش تلاثة? عشرين تلاتين اربعين? طب الواحد وعشرين وان راح واتنين وعشرين وان راح. خمسة وعشرين وان راح. ما اوكي. غير انا برضو بقول غير كافي هذا الكلام. انا بقول بدي اعملها عشرين بن. عشرين مجموعة. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. من عشرين لاربعين. في عندي واحد وعشرين بن. دعملهم واحد وعشرين بن. او عشرين بن. بينفع? اه بينفع. قديش عدد كل المنت في العدد كل بن? الالمنت فيها قديش? خمسة الاف ايش? مئة الف على عشرين. خمسة الاف. واحد على خمسة الاف بتهيالي برضو النسبة مقبولة بتروح ما بتبينش. وبالتالي انا بحط الاعمار ضمن الاعمار المحدودة او الدقيقة. بدل ما يصير ابو تسعة عشر يصير خمسة وعشرين او عشرين. وابو سبعة عشر يصير عشرين. لا. طب ما كل واحد بصير ايش? ضمن الرينج الحقيقي اللي هو فعليا ضمن السنة الحقيقية اللي هو موجود فيها. ما فيش حسين المين تبعتهم حتكون نفس الفاليو. ببطل في عندي اوتلاير فيهم او ببطل نويز. نويز احنا متكلم على قيمة 200 تلاتة. بس معقول تكون في عندي خمسة تلاف واحد. من الميت الف فيهم نفس الخطأ. مش منطق. تمام? فبقسمتهم بنز. هاي ده بنز لاربعة. على اربع المنت. لفريكوانسي تبعتهم اربعة. بعد هيك بدي اعبيها بالمين? باخد المتوسط الحسابي للمجموعة الاولى كان تسعة. المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية تلاتة وعشرين. المتوسط الحسابي لا. المجموعة الثالثة تسعة وعشرين. ايش حسابي انا بعد هيك يا شباب. الداتة هادية حترجع لاصلها. الخمسطعش كان في المجموعة الاولى صح? صار ما كانوا تسعة. الاربعة في المجموعة الاولى تسعة. تسعة. واحد وعشرين كانت في المجموعة التانية صارت تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. تمانية وعشرين كانت في المجموعة التالت صارت تسعة وعشرين. تمانية في المجموعة الاولى تسعة. خمسة وعشرين في المجموعة التانية. اه تلاتة وعشرين. الواحد وعشرين. تلاتة وعشرين. ستة وعشرين في المجموعة التانية صارت تسعة وعشرين وهذه صارت تسعة وعشرين هذه لأنه أنا اشتغلت على أربعة بنز واستخدمت المين الحل الآخر أنه ممكن أنا أشتغل على الباوندرز شو الباوندرز؟ آج أقول هايوا بعد السورت القيم الباوندري هاي أو القيم الحدودية هاي بدي أحافظ عليها وبدي أغير كل اللي في الداخل حسب هي أقرب لمين تسعة أقرب للأربعة واللخمسة تمانية أربعة ولا خمسة عشر أربعة معنى هذه أربعة تسعة أربعة ولا خمسة عشر أربعة الفرق هنا خمسة والفرق هنا ستة معناته هنا أربعة ونفس الكلام واحد وعشرين هاي حتضل واحد وعشرين وهذه حتصير خمسة وعشرين هذه تمانية ستة وعشرين وهذه ستة وعشرين وأربعة وثلاثين وهيكصر فيه عندي الآن أكثر من طريقة عشان أتعامل مع البنز وبهيك بصير فيه عندي داتا ست سموث لكن كمان مرة برجع بقولك كل مكان عدد البنز اكبر بفريكون او بايتمز اكبر بكون افضل بالنسبة اليك لانه بتحاول تحط الداتا في الريال كيستبعتها وبهيك احنا بننهي محاضرتنا ان شاء الله وبنحاول نكمل المحاضرة الجاية في موضوع الريقريشين والكلسترين